اعزائي طلبات وطلبات الصف اللي هو الاعداد من نهاية عبر تيميتي وان معكم مسرمات فوزي. النهار ده معدنا مع الوحدة الخمسة يونت فايف بيتكلم على زي ما احنا متعودين طبعا هنبدأ بالفوكابل كلمات المهمة الموجودة على اليونت ونشرح مع بعضين ونحل مع بعضين تمارين سواء تشوز او يونت فايف بيتكلم على يعني ابطال محليين لوكل يعني محلي يعني بطل يعني ليلة هادئة يعني فسدت يعني تسلق على يعني ركاب سفت اللي هو الامان يعني هادس يعني يعني ينقذ بجانب يعني يقدم يعني تصادم يعني محتاجز يعني يعني يصرخ يعني يصرخ يعني 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 فقدان الزاكرة وفقدتان زاكرة معقد يعني بشكل لا يصدق يعني غير واعي وفاقد الوعي يعني تصرف فوري يعني بشكل مدهش يعني يسير مبتعدا يعني في نفس الوقت يعني قرية قريبة يعني خدمة التوارق يعني حالة صدمة يعني فيها اقل العادة يعني حاجة زيادة كده يعني خارج عن السيطرة يعني شهادة قلنا يعني شهادة يعني يعني مكافأة الشجاعة يعني كلمات بتيجي مع بعضيها زي يعني يخرج شخصا من او يخرج شخصا من يعني يوصل شخصا للمنزل يعني يعني ينقص حياة شخص يعني يعني يحترق يعني يعني ياخذ راحة يعود من اجل ده الفوكاب اللي كان معانا على اليونت بعضينا كده الفوكاب براكتس نمبر وان بيقولي اتشوزة كوريكتوردسن براكتس نمبر وان طبعا هنا هناخد ايه هناخد هنا تيك الكلام ده لسه ياخدينه دلوقت اهو تيك ساموان هوم يعني يوصل شخصا للمنزل نمبر تو بيقولي شي وانت هاو توزير هزبند فور ا طبعا هنا هناخدار كويت نمبر سيري بيقولي we are driving when suddenly a fast car drove us drove past يعني مرت بجنبينا هنا نمبر فور the car was going too fast because the driver was out of العربية طبعا كانت ماشية بسرعة جدا لان السواء كان out of control خارج عن السيطرة نمبر فايف when they got to the burning car there was three people inside طبعا هنا لما بيقولك لما هم وصلوا العربية اللي محروعة او بتتحرق كان فيه ثلاث رجال موجودين فيهن في العربية inside trapped trapped هنا يعني محتجزين نمبر سيكس they had to do an action خدناه في الفكاب immediate action يعني تصرف فوري نمبر سيفن after the accident the driver was بعد الحادث السواء كان unconscious غير واعي نمبر ايت although he was injured بالرغم ان هو اتصاب he could walk from the car يعني عايز يقولك ان هو يدري يطلع منين من السيارة يبقى away walk away نمبر nine it's a nice feeling when you save someone's yes someone's life يعني ينقص حياة شخص نمبر 10 some people called the emergency service ياس طبعا هنا منét WirLE من إيه watts في Ingredient number 11 بيقولها emergency service come to help the people who have on the road طبعا الخدمة الطوارق دي بتيجي عشان تنقز الناس اللي ايه عندهم حوادث على الطريق اللي إيه accident فنumber 12 he was in a state of and you couldn't remember his name for a while طبعا هنا state of shock يعني صدمة. she couldn't remember her name because she had a memory yeah a memory shock يعني فقدان ذاكرة ليه لفترة ما قادر. number 14 have you ever done anything extraordinary. زي شي كده incredible يعني حاجة لا تصدق. the night because of the accident. if the night was because of the accident. طبعا هنا عايز ياخد ruined. يعني الليلة ضمرت او بازت بسبب الحادثة. number 16 you should pay attention to road. يجب ان تاخذ بالك من الطريق. يبقى you should pay attention to road accidents. حوادث هي الطريق. او ممكن ناخد اللي هي سلامة الطريق. number 17 he lives in a nearby village he doesn't live from here. far from. يعني عايش في مكان قريب. هو مش عايش في مكان بعيد. number 18 بيقول لي an extraordinary action is something. حاجة غير عادية. بايه incredible يعني شيء ايه لا يصدق. number 19 first there was a smell of gas. او الحاجة كان في ريحة غاز. the whole kitchen into flames. اخدناها طبعا في الكلمات اللي هي. burst into flames. number 20 بيقول لي he was a hero. كان بطل. he could the children out of the burning house. هناخد هنا طبعا ايه? got. number 21 it's great to someone's life. يعني حاجة عظيمة كده ان انت تنقص حياة شخص صيف. ثم توي هذا الليلة جميلة وهداء at my house and isn't that my friend is home? بعد كده بابا طلع كل اصحاب برا ايه المنزل. يبقى هنا هناخد. yes talk. number 23 we were walking for hours and then we arrested. had arrested. the car crash there was petrol everywhere and then it passed into here into flames. i left my books at school so i for them. when pack. يعني رجع عشانهم. number 26 the people in the car were unconscious so i them out of it. طبعا انا اخد هنا ايه انا اخد good. يعني طلعهم الخارج. او خارجي السيارة. number 27 the little boy was in the river but my friend jumped in and his life. طبعا هنا saved his life يعني انقص حياته. طبعا نشوف الجزء اللي بعد كده هو rewrite برضو على الحاجات اللي هي كانت معانا. نشوف number 1 بيقولك can you drive me home please. الاستخدم take. طبعا الكلام ده احنا لسه اغدينه دلوقتي اللي هي drive equal take. yes. يبا يقول له هنا can. you take. طبعا انا اشيل هنا drive هو يعني احط ما كان اهي take. يبا can you take me home please. number 2. number 2 بيقول لي. she saved the lives of the three men. المفرد هنا من. اوكي يعني هي انقصت حياته الثلاثة رجال. طيب هنا saved equal rescued. يبا انشيل هنا saved. the lives. وكمل. of the three men. number 4. number 3. he returned again to rescue the other men. he returned again to rescue the other men. الاستخدم went back. طبعا went back to say i returned. ابا نقول له he went back. okay. he went back again. two. وكمل جملتي. number 4. let's have a break. number 5. will the house was on fire. I'll start in passed into. yes. he will lose the house. passed into flames. كان مداخدنا كله في الوكاب وراء. المنزل سمبول اللي هو زمن الماضي البسيط. ، افكر اكتب ضمن الماضي البسيط. اللي هو ايه. على الموضع البسيط في الجملة اللي هي جملة المثبتة بنحط طبعا مع الفاعل اللي هو اي وي وزي وهي وشي وات بنحط الفعل فين في التصريف الثاني. يعني هو بنقسم الى فعال منتظمة وفعال ايه الشزة. لو هي فعال منتظمة طبعا بدفلها دي. لو هي فعال منتظمة دي او اي دي او اي اي دي. وطبعا انا عايز اقولك ان الفعل العادي اللي هو مسلا زي اوكي اوكي دا بنحط له ايه دي اوكي اولا فعال اللي الذي ينتهي ببني دا فعال العادي ذي بنحط له دي. لان لا فعال العادية بقى اللي هي زي ووك ووكت ووش ووشت اوكي اه لكن لو فعلا ينتهي بواي ويزبق حرف ساكن بنحذف الواي ونضيف اي اي دي زي مين كده زي هنشل الواي وحط اي اي دي زي مين تاني زي كاري زي ايه كاري هنشل الواي ونحط ايه اي اي دي اوكي ده بالنسبة ليه للافعال يبقى هو بنقسم الافعال المنتظمة وافعال شزة يعني منتظم يعني شز لفعال الشزة بنحفظها زي ما هي زي ايت ايت اهو ايت الماضي منها ايت لو عندي هنا برضو درانك الماضي منها درانك اوكي زي سوام سوام وزي كل ما فيه زمن ليه افورمتف جملة مثبتة ليه طبعا نيجاتف الجملة هنا في النيجاتف بتوبقى ايه مع الفعل طبعا السبجيكت اي ويو وي وزي وهي وشي ويت بنحط يعني قاعدتنا هنا لازم وبعد وبعدها الفعل فين في المصدر didn't eat didn't study ولو انا هسأل سؤال بهل بحط طبعا اول حاجة اللي هو وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل فين في المصدر ليه ايت او استدي طب يتكلم عن ايه الباس سيمبل اللي توك او كده يتكلم عن احداث بدت وانتهت فين في الماضي لما نقول we played tennis last week احنا لعبنا تنس الاسبوع الماضي يعني احنا لعبنا وخلصنا محمد bought a new fridge last week محمد اشترى تلاجة جديدة الاسبوع الماضي ايه الحاجة الثانية اللي توتوك about the best situation تكلم عن احداث ماضية او مواقف مضد او repeated actions او احداث بتتكرر او رهابت سعداد انزا باست بس فين في الماضي زي لم يقول i went to primary school انا زهبت الى مدرسة تبتدائية فيها اصوات she always rang me on friday اوكي فدي طبعا ايه عبارة عن عادة عادة دايما بترن علي يوم الجمعة اوكي يعرفك او ازاي تستخدم البس سيمبل لو فعلي انت بيه بتحط له ايه دي زي يميل كده زي لايك او لايك او كلوز كلوز لو عندك هنا يعني حرف ساكن وبعدية هي واي هتحزف الواي وتضيفها ايه دي زي ما انا قلت لك study study او لكن لو عندك هنا بلاس واي انت هنا مش اتضيف اي حاجة غريب دي بس زي مين زي play blade اوكي لو عندك هنا اا فعلي بينتهي بحرف ساكن واسبكه متحرك بالضاعف الحرف الاخير ودي في دي زي travel traveled نمشي خطو خطوة مع بعض اوكي لكن لو في استرز فاول بتوين تو كونسنانت دابل زي كونسنانت زي هنا stop اوكي يعني هنا ايه عندك حرف او ساكن واسبكه متحرك ويحنا ضاعفنا الحرف الاخير واضيفنا ايه دي الى الثوربيلز او الطايمة الثوربيلز في زمن البست سيمبل اللي هي ايه اللي هي او or however long ago or two days ago او a week ago او three months ago او لما الا سanged in the last week last month last year ممكن نقول last summer last winter last spring او last اي حاجة في الماضي يعني الجزء اللي بعد كده هو best continuous اللي هو زمن الماضي المستمر الماضي المستمر ده اللي هو الماضي من present continuous اللي هو بالي كان من قيم او كي او 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 بلس الفرب بلس اي اي زمن طبعا زي ما احنا تعودنا اي يكون في افرمتف مع الدمار طبعا اي وهي وشي ويت اللي هناخد ووز ونحط للفرب هاي ان جي طيب مع وزي اللي هو هنحط وير هناخد وير ونحط الفرب بلس هاي ان جي زي ما فيه في الزمن افرمتف جملة منزباتها في نيجاتف النيجاتف بتاعها ايه بيكون وزن او ويرنت بلس الفرب بلس اي ان جي طب لو فيه سايل بهل بتحط وزاوير الاول والقاعدة اللي بعد كده بتحط الفاعل وبعد كده بتحط الفرب بلس اي ان جي طيب بيتكلم عن ايه بقى البست كنتينو ساللي بتكلم عن انشطة زاد كنتينو هي مستمرة فور سم طيمن زا باست يعني ايه استمرت لفترة فين في الماضي لما قول يعني هو ادي هي اللي خدت وز حطينا للفرب اي ان جي اوكي با هي واتشين تيبي اللي اوكي يعني كان بيشاهد التلفزيون الليل كل كنت بحاول اغير العقلة هي وزن راني فس ان زا كمبتيشن يستردي الجزة التانية الحاجة التانية اللي تتو كبا تاكشن زا برو برغرس بتكلم عن حداس مستمرة at a certain time in the best فوقت معين فين في الماضي زي نمول at four o'clock الساعة اربعة مبارح يستردي كنت بعملي كنت بعمل i was watching the football match كنت بشاهد ماتش كرة القدم he was studying french during the last summer day كان بيذاكر الفرنساوي خلال عجزة الصيف وبعد كده هلك talk about activities that form background for another best event يعني يعبر عن انشطة بتشكل خلفية حدث ماضي اخر زي لما قل what was raining during the whole match يعني كانت بتمتر خلال match كله she was waiting for a bus كانت بتنتظر when we met for the first time عندما تابعنا الاول مرة خد بالك هنا وان هو قبل past to continue was waiting وبعد ايه هنا met why was she crying when i came in ابلي بس to continue وبعد ايه بس simple دي الحاجات دي قواعد تاخد بلك منها وملاحزات ان ايه فعل بيعنتها بحرف ساكن اوكي بلص يعني الفعل ننتبه نعزف لي ونضيف ing زي come شن وحطينا ing زي take شن وحطينا ing ing فيها فعل بتنتهي بحرف ساكن ويزبقها متحرك زي hit لازم تضعف الحرف الاخير وتحط ing ing زي run running زي swimming زي hit hitting ما بنضعفش الحرف في الفعل اللازي ينتبه حرف ال w او ال x او ال y يبعنا لو عندنا اي فعل بينتاب w انا عنده هنا مش هضعف الحرف الاخيرة هحط ing على طول وعنده هنا هو الفعل بينتاب x بحط ing على طول بس بشارت ان هو يكون قابليه حرف فاول يعني متحرك طيب والافعلة ننتبه اي 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 ده احنا بنحزف اي اي كلها ونحط حاجة تاني اللي هي واي اي ان جي. يعني شوف خدنا من الفعل كله حرف تي بس. يبقى ايضاية 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 ايضاية. ده بالنسبة ليه للباست كونتينوس. الحتة اللي بعد كده معايا هنتكلم على كاردة اسماء كاردة وكاردة اسماء كاردة وين. اوكي. في ايضاية اكشنز هنا حدثين اوكي. وطبعا هنا معيهم از يعني هنا از اوكي وي تاني وجاست اس. يبقى انا عندي جاست اس واس ووال. دول بيجي بعدون بس كونتينوس وبعد كده بس سمبل بس تمين سمبل. اخذ باله من الكلام ده. يبقى الحدث الاول اللي بيجي بعدها واي لو از او جاست اس والبس كونتينوس. والحدث اللي بعد كده بيجي مين باست سمبل بس مين سمبل اخذ باله. اوكي. عكس وين بقى اللي هي بيجي بعدها مين بيجي بعدها اللي هو الباست سمبل. ياس وبعد كده بيجي بعدها باست مين كونتينوس. باست كونتينوس. اوكي. ناخد جمل كده ونشوف. تانشوف كده. يقول لك اهو. اي وز بوربيرنج لانش وين زي تليفور راك. ناخد ايه الجملة دي. حبدا بويل الاول اهو. وايل. وايل. واي. اي. او مستره لك انه وايل لو از و جاست هزي كيبعدو همي. كيبعدو همي. كيبعدو هميه. كيبعدو همي باست كنتينوس. يواي وزه. لانش. ياس. اللي حصل بها. اللي. زافون رانج. زافون ايه. رانج. او. زافون. rank يعني التلفون ايه run عكس لما جاي انا هستخدم بقى من win يبقى قول win اللي هي قاعدة ون هيجي بعدها يبقى قول win the phone rank لما التلفون run I was preparing launch يعني انا كنت بقى جايزي الغد yes ده مثال بسيط جدا انا ركز معايا ويل ييجي بعدها continue yes هنا اه بعد كده pass symbol هلشوف بعد كده وين وين ييجي بعدها pass symbol ما اجده pass continuous زي القاعدة بالزبط مع اي ايه موجودة معنا اهو yes ايه زيها بالزبط يعني ايجي بعدها pass continuous pass symbol will pass في ملحوظة خفيفة كده تاخد بالك منها انه ممكن بعد كده ويل ممكن ييجي بعدها pass continuous او pass continuous طب ازاي مستر انت لسه شارح لنا دلوقات انه ويل بيجي بعدها مين باست باست مين باست continuous وبعد كده باست مين سمبل طب ازاي انت حضرتك بتقول دلوقاتي انه ممكن ييجي بعدها نفس الزمن باست continuous باست مين لو الحدثين تموا في نفس الوقت وما اطحهمش اي حاجة اي وقت يبقى هنا الزمنين هيجوا في نفس الوقت اللي هي هو was minding وهنا was watching was a watching يبقى while dad was minding my bike يعني بابا كان بيصلح في العجلة وانا كنت بعمل ايه كنت بتفرج على التلفزيون اوكي I was watching tv while dad was minding حطينا while فين في النص اوكي وآس زيها بالزبط هنا ايجي بعدها باست continuous باست continuous احنا قلنا لو الهنا الزمنين تموا في نفس الوقت فاحنا مش هنغير اي حاجة يبقى as mother was preparing dinner بينما ماما كانت بتجاهز العشاء we were watching a movie احنا كنا بنتفرج على تلفزيون yes باكي يقول لك بنستخدم هنا win او zin او as soon as to join two sentences in the best simple عشان نربط جملتين في الماضي لما ولقى as soon as I got home اللي حصل I turned on the tv بمجرد ان انا وصلت البيت انا شغلت التلفزيون I washed the car غسلت العربية بعد كده I took then I took it when I saw when I saw the snake لما شفت السناك I screamed دي انا ايه صرخت دي بالنسبة ليه للقواعد اللي كانت معينا تعال نشوف نطبع مع بعضنا كده grammar study كده practice grammar practice choose the correct word is in practice number one بيقول لي what Lisa and Neil doing when the other car crashed طبعا هنا ده بيتكلم على الباسكنتوني سيبه هنا where ناخد بلنا هنا كده ليزا اندنيل ده جمع عشان كده اتاخد ايه where اللي بعد كده بيقول لي what ليزا اندنيل do when the other car crashed okay طبعا هنا السؤال في زمن الباسا سيمبل فيكون هنا ايه did لان هنا كلمة تلسفهم دد الفاعل الفاعل فين في المصدر لكن فوق كلمة تلسفهم وزوير الفاعل الفاعل بلاصة ايه جي number three what the people in the car do اللي زا اندنيل قد زير طبعا هنا برضو نفس السؤال يبعتقد ايه did number four بيقول لي I finished my homework and out yesterday هنا طبعا هنا انا اخد بس السيمبل اللي هي went out number five I waited for an hour انتظرت تساعة as the bus stop because the bus late لان اللي توبيس كان ايه متأخر يبعا هنا ايه was يبعا اللي توبيس the bus was late number six the bus driver quickly but I got to school late drove I the teacher my homework and set down at my desk gave جيب هنا يعني اعطى المسطر الواقب وبعد كده اعطى فين الديسك بتاعي number eight we earlier yesterday we left late طبعا هنا احنا لم نغادر مبكرا امس ولكن غادرنا مؤخرا باكده بيقولي باكده بيقولي you go out last night طبعا ان ده سؤال بدد وهنا ده الفاعل وهد الفاعل في المصدر what you do there وده قاعدة كلمة الاستفهام بلاص بلاص الفاعل بلاص الفاعل في المصدر باكده بيجي هنا بيقولي you enjoy the party باكده you enjoy the party كل ده في البست سمبل when you leave قال له I left بست سمبله يبعا when did what time you get home yesterday what did هي قاعدة ماشية what you doing خدت بيلك من فاعل و verb بلاصة انجي what were you doing number fifteen بيقول الشي police car والشي خد بيلك من قاعدة والا هيا والا هيا قابلها باست سمبل خبه هي قاعدة دامين باست كونتينوز اهي والا هيا والا هيا هيا ها ده واي باست كونتينوز باست سمبل سيجستين بيقولها I enjoy the film. It was so boring. If I didn't enjoy. When did you? لازم هنا الكلمة تستفهمها هاد وين? وهدبع كده الفعل ايه المساعد وهاد الفعل هو تدور على الفعل فين؟ في الانفينتف يبا باي. يبا وين did you buy that computer? where you go for a holiday last year? يبا وين وين؟ كنا في الگاردين وين؟ ترين يبا وين؟ يبا وين؟ قادة وين؟ بيجعب لها باست سيمبل هنا ربطنا بيها. اوكي. I enjoy the film last night. يبا I didn't. في النيجاتف ايه. I was arriving خلو با لك بس to continuous. هوم وين ايه. طبعا تدور على طول على الباست سيمبل اللي هو ايه. so a house on fire. number two in two بيقول لي ايه. to hug my father when I ran into a wall. yes. خد بالك من القاعدة هنا. اللي هي قاعدة وين. جي بعدها بس سيمبل. يبا هو عايز ابليه اللي هو بس مين. كنت نوس. سهل بعد كده بيقول لي what you doing? هنا فعل وفعل اي نجي. يبا تدور على طول على مين? هو زور. يو بتاخد وير. سهل بعد كده يور. parents living in France when you were poor. يو هنا هي سهل سهل بوز او وير. عشان هنا جاي الفاعل وبعاكاية فير بخلصة اي نجي. number two in five بيقول لك we are long when suddenly a car drove past us out of control. طبعا خدت بالك هنا من بست سيمبل هو بعد وين? يبا على طول تدور على مين? اللي هو الباست كنت نوس. اللي هي ووز وهو وير بلصة الفير بلصة اي نجي. number two in six بيقول لي we got there we saw three people trapped in the burning car. هنا قد بست سيمبل. وهنا برضو باست سيمبل. يبا ناخد اي ناخد هنا وين? ناخد اي وين? what the people in the car dying? ياس دعنا فاعل وهنا فيرب بلصة اي نجي. يبا الدور على وزا وير. اوكي? يبا ناخد هنا مين? ناخد وير. عشان بيبو الجامل. بعد كده كوزش ال number two in eight بيقول لي he across the park when he saw a little girl. قادت وين? بلها بس continuous وبعدها بس سيمبل. يبا ناخد هنا ناخد was walking was a walking. number two in nine بيقول لي what did the people in the valley do when they? هنا قاعدة وين? يبا هنا طبعا ناخدر اي ناخدر اله طول بس سيمبل لي he saw. number thirty بيقول لي I went to the classroom home quickly and to my teacher and apologised. يعني انا ذهبت لي للفصل بسرعة واعتذرت لي للمعلم بتاعي. بقاعدة بيقول لي سيرت وان بيقول لي the teacher the lesson around everybody look it at me. هنا. طبعا ناخد stopped. they didn't. اول ما شوف didn't على طول تدور على ال infinitive اللي هو الفعل في المصدر. يبا didn't know. please couldn't the emergency. برضو couldn't لازم يجي بعدها infinitive اللي هو ايه? الفعل في المصدر يبا هنا call. دي قواعد grammar. I the donor when suddenly the suspend percent of lamb. اوكي? ادو وان? وقبعدها ايه? past symbol. يبا الدور على دور عالمين على ال past continuous. اللي هو ايه? was making. was making. was making. باكي ده نمبر. 35. she out of the window when she saw the crash. was locking. برضو. نمبر 36. بيقول لي last week an accident. هو ايه? الزبال ماضي يعني ايه حدث فين في الباست؟ يبا happened. اللي بعديها. we put a present hand. نحن اشترينا هدية وعملنا ايه تاني. وزورنا. يبا هنا ايه visited. they were sitting around the big table. ياس. يعني هم كانوا عاديين حوالين ترابيزة بيعملوا ايه؟ reading. يقروا. نمبر 39. the teacher on the board when he came in. طبعا نحن عندنا قادة وانا ها قبعدها past symbol. يبا هتجيب ابلع بست مين continuous. was reading. او was drawing. نمبر 40. while he was running to kick the ball. هاده قادة وايل. قبعدها بست مين continuous. هتدور على طول على ال past symbol اللي هو مين? yes. اللي هي got. هي با وايل. he was running to kick the ball. كان بيقر عشان يشوت الكورة. he fell and got hurt. got he hurt. hurt يعني يعني يتعور. ننخذ مع بعضنا بعد كده جزء اللي هو ال rewrite. نشوف كده ال rewrite is the following sentences using words and practice. number one. بيقول لي. where do you go for a holiday every year. طبعا هنا سهل في زمن present symbol اللي استخدم last year. ما كان every year. يبقى انت هتحول ايه الزمن هنا. اللي هو ايه. ايه. ال present symbol الى ايه. اوكي. يبقى نقول له هنا. where. ونحول do. ونحط الفعل زي ما هو. ونحط الفعل في المصدر. ايه. ايه. ونشيل طبعا every year ونحط ما كان هي last last year. يبقى انا كده حاولت الزمن من ال present symbol الى ايه. طعا نشوف number two. بالمحمد. اللي استخدم last weekend. طبعا هنا برضو هتحول الجملة من present symbol الى past December. نشيل. ونحط last weekend. ونشوف الحاجات اللي هي عايزة تتغير معنا في الجملة. اوكي. يبقى نقول له ايه هنا كده محمد. ونحول الى محمد وشت. هز. وحولت مين انا هنا. وش الا. ووشت وشيل every weekend وحط ما هنا كان هي last weekend. last weekend. last weekend. اوكي. وعفل ايه الجملة بتاعتي. هنشوف number three. we were making a noise. كنا بنعمل ضوضاء. المستر دخل. اللي استخدم ايه while. طيب الجملة هنا السهلة انت مش تعمل فيها ايه تغييرات. قاعدة while اللي بيجي بعدها بس continue. سيبقى تحطها فين في الاول. وبنقول له while. اوكي. we were making. بينما كنا احنا بنعمل noise. اوكي. اللي حصل بقى. the teacher. المستر كمن. يعني ايه كمن يعني دخل فجأة. اوه. بتاعي شوف number four. the bus was moving the sieve jumped off. اللي توبيس كان ماشي. الحرامي او اللص قفز منه. الاستخدم when. when عكس why. why اللي بيجي بعدها بس تكون. when يجي بعدها بس simple. ابقى تحط when في النص وخلاص. اوكي. اوكي. ابن اول لو كده زباس. was moving. يعني التوبيس كان بيتحرك. yes. when. واحط وين بالنص او. زي سيف. jump it. off. yes. تعال شوف اللي بعدها number five. who did he meet اللي he was traveling. yes. اللي استخدم while. مش هتعمل اي حاجة غير ان انت تحط وين في النص. يبقى who did he meet while he was traveling. تعال نشوف number six. yes. فادي was playing the final match. he is sprained his ankle. يعني فادي كان بيلعب الماتش النهائي وهو ايه العنك اللي بتاع رجله التوى. اللي استخدم while. مش هتعمل اي حاجة هتحط while في الاول. اهو while وتكمل كل حاجة للاخر. اللي بعد جدا. number seven. I was watching tv you found. الاستخدم when. مش هتعمل حاجة هنا خالص برضه. تحط وين في النص لانه وين يجي بعدها pass the symbol. وهبليها pass the mean continuous. يبقى نحط هنا وين فين في النص وخلاص. يبقى I was watching tv when you found. number eight. mom was. هو في هنا جمه طبعا حاجة غلط هنا. المفروض هنا mom was cooking dinner. yes. my sister and I were watching tv. وهنا المفروض دي كده هو. نصلح عشان نبعرفينها. نخلي اي was cooking. was a cooking. نخلي اي was cooking. نخلي اي was cooking. yes. برضه هنا مش هتعمل حاجة هتحط وين فين في النص. يبقى mom was cooking a dinner. while my sister and I were watching tv. yes. انا شوف اللي بعديها number nine. بيقول she didn't know how to play the cassette. اللي استخدم couldn't. couldn't هنا يعني لم يستطع طبعا انت هتشيل كل الكلام ده اللي هي. كده ده كده هو. وتحط مكانه couldn't. يبقى تقول له ايه. she couldn't play the cassette. yes. تعالي نشوف number ten. عشان نوفر وقت في الفيديو. mary was reading. اماري كانت بتقرأ a scary story when the light is went out. برضه هنا انت مش هتعمل حاجة انت هنا قاعدة وين. بتتحط فين? بتتحط في الحتة دي. او كان عشان بيجي بعدها بست simple. ويعابلها بست مين. continuous. تعالي نشوف اللي بعديها. number eleven. was he happy yesterday? الاستخدم feel. استخدم ايه? feel. يبقى نقول ايه هنا? طبعا هو مدام هو عالك استخدم feel. يبقى عايز يستخدم. في زمن الباس. simple. عشان كده تقول هنا. did. والفعل اللي هو هنا هي. والفعل في المصدر هنا feel. happy. وتقول له yesterday. number twelve. walking down the street. I saw an accident. اه هتحطها في الاول. عشان في هنا حاجة بقاعدة بتقول ان الجملة لو ما فيهاش فعل بيجي بعد واي الفيرب بلصة ان يجي على طول يبقى نقول واي walking down. وتكمل ايه كملتك. بيقول لي while she was running to school she had an accident. اول حاجة اللي كستخدم وانها تعمل ايه? هتشيل while الاول. تشيل ايه? while. تحط وين فين? في الحتة اليه. مكان القومة. yes. yes. طبعا كفاية كده لحد كده يا رب نكون استفادنا من الفيديو. شرحنا طبعا كل حاجة في اليونت. ال vocab وال grammar study. ما ننساش طبعا ندعم القناة نشترك فيها ونعمل share ولايك. عايزين طبعا الخدمة توصل لاكبر عدد من الناس لان في ناس كتير محتاجاها وما تعرفش طبعا عنها حاجة. ترجمة نانسي قنقر